في يوم البيئة العالمي نصحتك للمواطن المصري والدولة المصرية وكل سكان العالم لو عايز توجه رسالة من خلال برنامج تقول ايه لكل حد انا الحقيقة عاوز ابدأ بالمواطن ايا كان ويمكن سلوكيات المواطن هي اللي بتفرق في حاجات كتيرة جدا احنا سلوكياتنا ممكن تبقى افضل بكتير في الحفاظ على البيئة ودي النقطة المهمة جدا يريد نقلل كتير من استهلاكنا للكهرباء للمية لدارة المخلفات اي منظومة فيها بيئة نزرع شجرة يعني هم بنقول 100 مليون طبعا انا لو زرعت شجرة في البالكونة هزود المية مليون هتبقى 200 مليون وهكذا يعني اذا المواطن المصري الحقيقة له دور مهم جدا وده ييجي من جناحين المناهج الدراسية والانشطة اللي في المدارس وييجي من دور الاعلام والوسائل الاخرى اللي تقدر تقدم رسالة بسيطة ومؤسرة بس عاوزين نقول في الرسالة حاجة مهمة جدا بلاش ان احنا نستخدم الرسائل السلبية يعني نقول ان البيئة فيها تلوص وفيها 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 عاوزين الرسائل الإيجابية عشان التفاؤل يخلي الناس يعني تعمل بفعل انا شايف ان فيه تفاؤل وفيه جهود مصرية كتير احنا قلناها والدولة مهتمة بهذا الامر جودة الحياة للمصريين هو النقطة الفرقة يمكن اول هدف في التنمية المستدامة اللي عاملها خطة الدولة عشرين تلاتين تحسين جودة الحياة المصريين الدولة عندها الامكانيات احنا نساعد الدولة مش كده بقوله كل مواطن له دور على مستوى العالم في الحفاظ على هذه البيئة وما تستهنش بدورك يعني تقول ايه وانا اللي هعمل وانا اللي لا انا كل واحد لو عمل حتة صغيرة توبة البناء هيكمل بشكل كبير اشتركوا في القناة